أهلا بكم في بودكاست رأس مالية الكوارث البودكاست اللي بنقرأ فيه كتاب اقتصادي سياسي مهم وهو كتاب رأس مالية الكوارث لأنتوني لونشتاين وآسف لو صوتي حاس أنه هو مكتوم شوية لأننا لسه طالع من دور برد ونتعرف برد يعني بيسيب بعض الأعراض الجانبية اللي بتفضل معنا إسبوع واثنين وثلاثة وكده بس يعني ما حبتش أننا أتأخر عليكم في الحلقة دي لأن رد فعلكم على الحلقة الأولى كان جيد جدا وممتاز جدا وأنا بصراحة بما أننا بنتكلم بقى على الكتاب في البداية كده فأنا عاوز أطلع روح الناقض اللي جوايا تاني وأقول إن النسخة المترجمة لللغة العربية واللي بحضر منها الحلقات تعتبر نسخة سيئة جدا على مستوى الترجمة مش عاجباني إطلاقا وبتصعب علي مهمة القراءة ببالك بقى بمهمة أن يحضر منها محتوى ينزل على هيئة بودكاست فالموضوع يعني صعب جدا جدا علي فيعني دعموني بلايك سبسكرايب شير للمحتوى ده على قد ما تقدروا طبعا عندكم الانتساب على القناة وكمان ميزة تانكس ليوتيوب أضفوها مع روابط باتريون وباي بال علشان ترعوا البرنامج دوتو نقدر إن إحنا ننزل منه حلقات أكتر وطبعا بما إننا بنتكلم على الكتاب تاني فلو تقدروا تقرأوا الكتاب باللغة الأم بتاعته يبقى عملته الصحة وزيادة علشان الموضوع بالنسبة للترجمة مؤسف جدا يعني المهم إننا فهمنا من الحلقة اللي فاتت إن الرأس مالية وعالم الشركات عامل زي الطفيل اللي عمال يدور على العائل بتاعه عارف إنت البلهارسيا نسبة كبيرة مننا في مصر خدناها في مادة الأحياء البلهارسيا في الغالب بتكون موجودة جوه أي مجرى مائي زي الترعى مثلا غالبا المياه دي بتكون مياه عذبة واللي بيحصل إن الدودة الصغيرة جدا دي بتستنى أي حد ينزل في المجرى المائي ده لو محدش نزل في المكان ده مش هيبقى لها أي لازمة هتنتهي وممكن تموت لكنها بتستنى أول محد يحط رجله علشان تجري على رجله وتشبك فيها وتبدأ تدخل جوه جسمه وتكمل حياتها جواه وتتكاثر على حساب العائل ده اللي هو الشخص اللي نزل جوه المجرى المائي أنا بقى بشبه موضوع الرأسمالية والشركات الدولية بالبلهارسيا ما بيصدقوا إن تحصل كارثة في العالم وإن دولة ما مثلا تحط رجليها جوه المجرى المائي علشان يبدأوا يشوفوا هيقدروا يستفيدوا إزاي من المناخ اللي الأزمة دي بتصنعوا وبالتالي يكبروا جدا والبيزنس بتاعهم يكبر كتير جدا بنسبة ومعدل يعني غير مفهوم وده اللي كان حاصل فيه أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 بيكون المتهم الأول عند الأمريكان ونظام جورج دابليو بوش هو تنظيم القعدة بقيادة أسامة بن لادن اللي كان عايش ومقره الأول موجود جوه أفغانستان قررت أمريكا إنها تقود جيوش كتير من الدول هي طبعا على رأسهم لغزو أفغانستان الغزو اللي النتائج بتاعته الأولية كانت إن الحكومة بتاع الطالبان اللي جوه البلد نفسها تسقط ودي طبعا كانت نتيجة سريعة ومتوقعة أي دولة أمريكا نفسها بتغزوها لازم الحكومة بتاعتها تقع لأن حكومة البلد دي بكل تأكيد مش هتقدر إن هي تدافع عن البلد أصاد هذا العدوان الغاشم والقوة الكبيرة اللي موجودة عند الولايات المتحدة الأمريكية ما بقى الولايات المتحدة الأمريكية دي وهي دخلة مع حلف الناتو والدول الصديقة لأمريكا وكل واحد عايز يوجب بقى والنتيجة التانية كانت إن البلد نفسها دخلت في حالة من الفوضى وفوضى بالنسبة ليه الدول يعني مفيش أمن وأمان فبالتالي الوزارات خاصة وزارة الداخلية في أفغانستان ما بقتش قادرة إنها تأمن أي حاجة هنا بقى بدأ يظهر جوه أفغانستان بيزنس جديد من نوعه البلد كانت أول مرة تتعرف عليه وهو بيزنس الشركات العسكرية أول شركة عسكرية نزلت أفغانستان كانت سنة 2002 يعني بعد حوالي كم شهر بس من الغزو اللي كان بدايته في شهر أكتوبر يعني شهر عشرة سنة 2001 الوقت كان مميز جدا لإن الشركة تكون موجودة جوه أفغانستان لإن السوق نفسه كان عطشان الشركات الشخصيات العامة الأماكن الحيوية السفارات وأماكن منظمات العالمية والدولية كل الأماكن دي والشخصيات دي كانوا معرضين للسرقة والنهب والقتل وزي ما قلنا إن وزارة الداخلية ما كانتش قادرة إن هي تقوم بأعمالها أصلا فكانت الشركة دي زي القشة اللي الغريق بيتعلق فيها لكن القشة ملهاش أي قيمة ببلاش يعني هي بس موجودة وعيمة على وش المية بس الشركة دي كانت علشان تشتغل لازم تاخد فلوس كتير جدا جدا والبديل السرقة والنهب والأكل الناس اللي كانوا شغالين في الشركة دي كانوا بيتقاضوا وقتها ما لا يقل عن ألف دولار في اليوم الواحد يعني حرفيا أفغانستان بالنسبة للشركة دي كانت الفرخة التي تبيضه ضهبا ومع النجاح اللي قبلته الشركة دي بقى فيه ضرورة ملحة لإن غيرها كمان يكون موجود الشركة نفسها كان عدد العاملين فيها حوالي 2001 أول عن آخر إنما أفغانستان بلد كبير والأماكن اللي محتاجة إن هي تتأمن فيها كتير جدا وبالتالي بقى فيها عدد كبير جدا من الشركات العسكرية بدأوا ينتشروا جوه أفغانستان وأوائل العملاء وأكبر العملاء بتوع الشركة كانت وزارة الخارجية الأفغانية نفسها ووزارة الداخلية الأفغانية كمان وزارة الخارجية كانت عايزة إن هي تأمن كل السفرات لإن دي غالبا من مسئوليتها ووزارة الداخلية عاوزة تأمن البلد نفسها ودي حاجة هي مش قادرة تعملها وبقت أفغانستان دولة على الرغم من الحرب اللي قيمة فيها إلا إنها بقت زي قبلة الحياة لأي جندي سابق دخله محدود في دولته أي ضابط عنده خبرة سابقة في أي دولة على مستوى العالم قاعد في بلده دخله محدود مش قادر إنه هو يعيش عياله يعيشها يعني مرتاحة أوي في نفس الوقت عنده خبرة عسكرية كبيرة يقدر إنه هو ييجي ويشتغل فيه الشركات العسكرية الموجودة جوه أفغانستان وزي ما بقولك كان بياخد تقريبا حوالي ألف دولار في اليوم مبلغ كبير جدا 30 ألف دولار في الشهر دي طبعا كانت حاجة مغرية جدا عند كل الناس إنه هما يبدأوا ييجوا ويشتغلوا جوه الشركات دي ده غير طبعا الحاجات اللي هما بيطلقوها بقى لنفسهم من تحت لتحت مع بداية الغزو الأمريكي بقى لأفغانستان كان الكل مركز على الحرب بس كل يوم البيانات كانت بتطلع عن إزاي أمريكا بتقرب من بلادن إزاي أمريكا قادرة إنها توقع طالبان في حاجات كتير وإزاي أمريكا هجمت مواقع تنظيم القاعدة وإزاي تنظيم القاعدة من ناحية تانية كان هو كمان بيكبد أمريكا خسائر كتير فكانت الشركات العسكرية دي قادرة إنها تستفيد من الحرب بشكل كبير لأن الكل كان مشغول أمريكا مشغولة بالحرب وتنظيم القاعدة هو كمان مشغول بالحرب وطالبان مشغولة بالحرب وكل الأفغان كانوا مشغولين بالحرب والكل بقى مشغول بالحرب كانت الشركات العسكرية دي بتسيطر على مخازن السلاح ذخيرة كتير وقطع سلاح كتير جدا كانوا بيتملكوها كل يوم فلو كانوا بياخدوا فلوس كتير جدا نظير الشغل اللي كانوا بيعملوه فده بالنسبة لهم كان الدخل الثابت زي ما بيقول لك كم دايما لازم هتلاقي فيه سبوبة بتطلع لهم من تحت لتحت فالسبوبة دي كانت السلاح مع مرور الوقت بدأوا يكونوا قوة جديدة جوة الدولة قوة تخلي الأمريكان نفسهم لحد سنة 2014 والحد ما انسحبوا من أفغانستان بيستعينوا بالشركات العسكرية دي في أنهم يأمنوا القواعد العسكرية الأمريكية جوة البلد وده ليه؟ ده لأن الشركات العسكرية دي كانت ذكية جدا هما ما كانوش بس بيوظفوا الناس اللي من برى أفغانستان 75% من قوام أي شركة من الشركات العسكرية دي كانوا من الأفغان نفسهم ده غير طبعا العملاء بتاعهم اللي منتشرين في أنحاء أفغانستان فهم كان عندهم ميزة إضافية بتفرقهم عن بقية القوات اللي بتشارك في غزو أفغانستان إن هما معتمدين على الأفغان نفسهم فبالتالي أمريكا نفسها بقت محتاجة الشركات العسكرية دي في أنها تأمن القواعد الحربية بتاعتها والقواعد العسكرية بتاعتها زائد إن الشركات بدأت تشوف لنفسها بيزنس كمان الشركات ما كانتش بتشتغل بس بالشكل الثابت اللي هو تأمين سفارات، مقارات شركات، منظمات لأن ده كمان الدول كانت بتستخدمهم في أنهم يأمنوا ليهم الطرق اللي التجارة بتاعتهم لازم تعد فيها جوى أفغانستان زي ما بقول لك الأمنة أصلا ما بقاش موجود وطرق التجارة اللي منتشرة جوى أفغانستان طرق مهمة ما ينفعش إنها تقف فكانت الشركات العسكرية دي بتاخد الفلوس من الدول التانية اللي برى أفغانستان كمان علشان تأمن لهم القوافل التجارية بتاعتهم جوى البلد وده اللي كان بيكون عن طريق رشوة بتدفع لكل الأطراف من أول الحكومة الأفغانية لحد القبائل اللي عايشين جوى الصحاري زي ما بقول لك هما فهموا طبيعة البلد وقدروا إن هما يتكيفوا عليها بسرعة وبالتالي بعد ذا كله إنت تفهم إن الشركات العسكرية جوى أفغانستان تحولت إنها تكون الحاجة اللي قادرة تحافظ على النظام العام جوى الدولة واللي من غيرها هنلاقي أطراف كتير جدا مش قادرة تحمي نفسها لا الدولة ولا أمريكا نفسها اللي مشاركة في الحرب وبالتالي الدولة نفسها فقدت سيادتها على أمنها الكاتب بتاعنا وصل أفغانستان فعل ولف فيها أثناء فترة الغزو ووصل إنه يقابل صاحب الشركة العسكرية الأولى جوى أفغانستان الرجل ده يعني ذكر اسمه في الكتاب كده إن اسمه جاك واللي بيقول نصا إن الدول اللي زي أمريكا وبريطانيا والدول الأجنبية عمرها ما تقدر تعمل حاجة جوى أفغانستان إلا بمساعدة الشركات العسكرية وفي رأيه اللي يعتبر طبعا مهم ولازم ناخده في عين الاعتبار لأنه شخص مؤسس لنوعية البيزنس دي إن الشركات العسكرية بقت حاجة أساسية في أي حرب من هنا ورايح حتى إنه بيقول على رغم من إنه عمل ليه أرضية في أفغانستان وبقى رجل صاحب النفوذ كبير جدا جوى الدولة إلا إن لو حاجة حصلت والحرب دي وقفت لأي سبب من الأسباب فهو بكل بساطة هيمشي من البلد لإن المصلحة بتاعته خلصت هنا وهيبدأ يشوف مكان تاني بيحصل فيه صراع تاني زي الصراعات اللي بتحصل جوى أفريقيا أو أي دولة تانية في أسيا ويعمل لشركته أساس فيها هناك بيقول الكلام ده وهو وشركته علشان أوضح لك النفوذ اللي بقى ليهم على الأرض دي ووصل لإيه؟ هو بيقول إن الشركة بتاعته جوى أفغانستان عندها أكبر نظام لجمع المعلومات الاستخباراتية جوى البلد جاك ده بيقدر إنه يعرف أي معلومة بتحصل في أي مكان جوى أفغانستان قبل ما أي جهاز استخبارات تاني يعرفها وبيقول كمان إنه بدأ يبيع المعلومات دي لأجهزة الاستخبارات التانية اللي موجودة جوى أفغانستان زي جهاز الاستخبارات البريطاني لو يحتاجوا منه حاجة كان بيبيعها لهم أنت واخد بالك هنا واحد بالنفوذ ده هو وشركته قادر بسبب الكارثة اللي موجودة جوى أفغانستان من الحرب إنه يحصد ملايين الدولارات في الشهر الواحد ده غير طبعا مخازن السلاح والذخيرة اللي سيطر عليها ده غير كمان قوته الاستخباراتية والمعلوماتية اللي بقت عنده والعلاقات كمان اللي عنده بالدول المحيطة وبالدول العالمية والدول الكبرى زي إنجلترا وأمريكا بيقولك لو حصلت أي أزمة في أي مكان تاني أنا هقفل البزنس بتاعي وهبدأ أروح المكان التاني ده وأبدأ من الصفر علشان بس يتغذى على كارثة جديدة في المكان التاني من أول وجدي وده زي ما قلتلك المناخ الرأس مالي اللي عنده فلوس بيدور على المكان اللي فيه كارثة ويدور إزاي يستغل الكارثة دي علشان يتحصل على أكبر عدد ممكن من الأموال والدولارات تخيل لو ما فيش أزمة جوه أفغانستان ما فيش حربة أصلا هل أفغانستان هتكون محتاجة لشركة عسكرية بهذا الحاج؟ بكل تأكيد لا ممكن يعني علشان بس ما نبقاش قفلنا الباب خالص يعني الدولة هتكون محتاجة لشركات عسكرية علشان تساعد وزارة الداخلية والخارجية والوزارات المختلفة لكنها مش هتكون معتمدة عليها بشكل رئيسي زي ما هي معتمدة على الشركة بتاعة جاك في الوقت اللي هو موجود فيها ده كله بس يبينلك إزاي إن الإنسان نفسه ملوش أي قيمة وقت الكارثة وبالمثال اللي حنتكلم عليه حنتكلم على الإنسان الأفغاني الحاجة الوحيدة اللي ليها قيمة عند جاك والشركات العسكرية والرأسمال عموما في الدول اللي فيها كوارث هو الدولار وبس إزاي يقدروا ياخدوا دولار وبالتالي أي حاجة ليها علاقة بزيادة الدولار هيكونوا بيعملوها حتى لو كانت الحاجات دي طبعا غير أخلاقية زي إنهم يعتدوا على ناس علشان يزاودوا فلوس زي ما قلتلك برضو إنهم يعتدوا على مخازن سلاح تابعة للدولة وياخدوها ويتحصلوا عليها لصالحهم إنهم يبيعوا معلومات استخباراتية إنهم يرشدوا على ناس دي كلها حاجات كانت موجودة وبيعملوها وعادي جدا فده كان نوع من أنواع البيزنس اللي صعد في وقت الكارثة جوه أفغانستان حاجة كمان من الحاجات اللي الكوارث بتعملها لما بتحصل الكارثة في أي مكان في العالم إن الشركات والدول اللي عندها رؤوس أموال ضخمة بتبدأ تشوف الدولة اللي فيها كارثة دي عندها إيه نقدر ناخده نستفيد به إحنا وركز بقى في الحتة دي يعني مثلا في حرب العراق غزو أمريكا للعراق كان إيه المطلوب بوقتها كان المطلوب بكل تأكيد النفط اللي كان منتشر عند العراق كذلك ليبيا لما قامت فيها الحرب النفط الليبي كان حاجة لا تقدر بثمن وحاجة بلاش يقدروا يتحصلوا عليها بكل سهولة لإن الدولة دخلت في كارثة دخلت في أزمة كبيرة وكل دولة بقى بقت عاوزة تأخذ نصبها منه كذلك الشركات بتاعة التنقيب والبحث وتكرير البترول تلاقيهم عاملين زي النمل على حتة سكر مرمي الدول ما عندهاش القدرة إن هي تنقب وتصرف فلوس كتير جدا على التنقيب ويدوروا طبعا إيه أفضل مكان قدرنا إحنا نعمل فيه بير بترول لكن الشركات ورأس المال عنده فهتلاقيهم وقت ما تحصل أزمة في أي دولة على مستوى العالم بيبدأوا يروحوا ليه الدول دي هام هتدفعوا لنا فلوس علشان نجيب لكم بترول يا ساعدكم في وقت الأزمة فالدولة تقول لهم آه أو تقول لهم لا لو قالوا لهم آه بياخدوا منهم فلوس كتير جدا والدولة هي اللي بتحميهم علشان مضيهم معاهم عقود وبياخدوا منهم فلوس كتير طيب لو قالوا لهم لا يبدأوا هم ينشاطوا الأزمة دي ويوقعوا الدولة فيه أزمات تانية مختلفة علشان الدولة تلجأ لهم في النهاية ويبدأوا يدوها العقود اللي بيها ينقبوا عن البترول وياخدوا فلوس كتير جدا جدا هنا انت تقول لي طبعا يعني طب وإيه اللي موجود عند أفغانستان أفغانستان دي عبارة عن سلاسل جبال وكتل صخرية وشكرا على جدا أقول لك لا استنى معايا أفغانستان على عكس الصورة النمطية اللي متأخذ عنها إنها زي ما أنت ما قلت عبارة عن سلاسل جبالية وكتل صخرية الكلام ده مش حقيقي لأن أفغانستان تعتبر واحدة من أغنى دول العالم من حيث الثروات المعدنية أفغانستان عندها وزارة كاملة اسمها وزارة المناجم لأن عندها آلاف المناجم اللي منتشرة في الدولة كلها الاحتياطي المعدني بتاع أفغانستان من المعدن المختلفة مرعب أفغانستان عندها 60 مليون طن من النحاس و2 و2 من 10 مليار طن من خام الحديد و1 و4 من 10 مليون طن من العناصر الندرة من المعدن اللي مش موجودة في أي دولة على مستوى العالم إلا في أفغانستان ده غير بقى المناجم الكبيرة اللي عندهم للألمونيوم والذهب والفضة والزنك والزئبق دي كلها حاجات منتشرة عندها بكثرة بس إيه الحاجة اللي دول العالم كلها محتاجها النهاردة عنصر الليثيوم وبصوا بقى علشان تعرف أفغانستان عندها الليثيوم قد إيه أنا هقولك على إحصائية اتعاملت بتحليلات أولية كمان على ولاية من الولايات الأفغانية اسمها ولاية غنزي الولاية دي لوحدها عندها أكبر احتياطي الليثيوم تم العثور عليه في العالم كله عندها 21 مليون طن من الليثيوم يعني الولاية دي لوحدها بتعدين الليثيوم فيها هيدخل للدولة الأفغانية مليارات الدولارات صافي ربح داخل الدولة الأفغانية تمتخيلنا بكلمك على ولاية واحدة من تحليلات أولية إيه بقى اللي هيحصل لو دورنا في باقي الولايات على تحليلات أولية بس كمان يا سيدي وندور على الليثيوم اللي موجود فيها زي ما بقولك مليارات الدولارات آلاف الملايين من الدولارات هتخش على الشعب الأفغاني بس خلينا أقولك بقى إيه اللي حصل والدولة كانت بتتعامل إزاي مع الحاجات دي والرأسمالية تدخلت فيها إزاي وخلونا هنا ناخد منجم واحد بس موجود في أفغانستان على سبيل المثال وتقيس انتعليه المنجم ده موجود في منطقة اسمها لوكر سنة 2008 اشترت مجموعة شركات المعادن الصينية حقوق التنقيب على المعادن جوه المنجم ده مقابل نسبة هيدوها للبلد وبالفعل بدأوا ينقابوا فيه ولقوا إن فيه آثار بوزية عادي يعني أقول لك لا ده مش عادي في أفغانستان لأن حاجة زي كده هتقلب الدنيا خاصة في وجود تنظيمات إسلامية مسلحة رفضة طبعا لوجود الحاجات دي عنده علشان كده لحد سنة 2015 المنجم نفسه ما حصلش فيه أي حاجة جديدة أطراف كتيرة وقفين لبعض زي الديوك بيتصرعوا بقالهم عشرات السنين طالبان من ناحية والجماعات الإسلامية المتطرفة من ناحية والجيش الأفغاني من ناحية تانية ده غير طبعا الشركة الصينية كل طرف من الأطراف دي عاوز يستفيد من المنتج اللي موجود جوه المنجم ده حسب أيديولوجيته يعني مثلا طالبان والجماعات الإسلامية عايزين يعملوا لنفسهم صيد كبير جدا فياخدوا الآثار بتاعة بوزة اللي موجودة جوه المنجم ده ويتخلصوا منها في شوق إعلامي ضخم وطبعا الشركة الصينية مش عاوزة حاجة زي كده تحصل والدولة الأفغانية من مصلحتها إن الشركة دي تبدأ إن هي تنقب علشان تبدأ تدخل لها فلوس وده بكل تأكيد مش هيحصل غير لما طالبان تاخد الأثر البوذية دي ولف يا بقى وده واخيني يا مونة علشان كده زي ما قلت لك إن الحد سنة 2015 ما حصلش أي جديد وطول الوقت هتلاقي فيه افتعال للأزمات علشان مفيش حد من رؤوس الأموال الضخمة يسيطر ويستحوذ على الثروات المعدنية دي فلو الصين دخلت وسيطرت على المنجم ده هتلاقي أمريكا بتشعل للدنيا مع طالبان والجماعات الإسلامية إيه ده؟ إنتوا هتسيبوهم إزاي ينقبوا عن المنجم دوت ويطلعوا منه الأثر البوذية دي فطالبان هنا تتنحرر وتقولك ألا آه صحيح هم هي نقب على الأثر البوذية عندنا لا إحنا نطلع بالسلاح ونمنعه في مقابل إن المنجم ده لوحده هيوفر لأفغانستان حوالي 75 ألف فرصة عمل مع حوالي ربع مليار دولار صافي ربح في غزينة الدولة كل سنة بس لا إحنا نفضل وقفين في العمل لحد ما يبقى يحلق حلال وفي نفس التوقيت بقى كان شغال طبعا الحرب الأمريكية على أفغانستان فاللي يحصل هنا تهريب لشحنات من الثروات المعدنية دي من شركات التنقيب بن قسين الرأس المالية فيما يعتبر قيمته مئات الملايين من الدولارات على الدول المختلفة حوالين أفغانستان زي إيران وباكستان ويبقى لا الصين كسبت ولا أمريكا كسبت ولا الدولة نفسها كسبت بل بالعكس شركات التنقيب تستغل حالة الصراع اللي حصلة جوه الدولة علشان ينقبوا في السر ويطلعوا الثروات المعدنية ديات كلها على بره للي يدفع أكتر وخلي بالك هنا الشركات الرأس المالية ما يهمهاش قوي الأيدولوجيات يعني يعني ما يهمهاش أن إيران دولة إسلامية ولا باكستان دولة إسلامية يا ها يا إيران هتدفع كم؟ والله هندفع مليار طيب باكستان قالت مليار ونص وأمريكا اللي هي حبيبتنا وماما أمريكا والرأس مالية والمش عارف إيه والكلام ده هتدفع كم يا أمريكا؟ لا أنا هدفع نص مليار بس لا خلاص اديها الباكستان ما بيفرقش معهم هنا أيديولوجيات ولا أي حاجة هم عندهم الدولار وبس ده غير طبعا أن أفغانستان عندها نفط وعندها غاز فطلع لي بقى الغاز والنفط دوت وابدأ وزع وبيع ولا الدولة تاخد فلوس ولا أي حد ياخد فلوس ولا حد داري أصلا تقول لي طب وهم كانوا شغالين إزاي الشركات بتاعة التنقيب دي شغالة إزاي جوه الحرب أولا لكن تنسيت إحنا بدأنا الحلقة بتاعتنا بإيه إحنا بدأناها بإيه الشركات العسكرية الشركات العسكرية هي اللي كانت بتحمي كل المصالح دي للشركات فدلوقتي بقى عندك شركات تنقيب عملة تغزوا أفغانستان وشركات عسكرية بتحمي شركات التنقيب دي وطبعا بتاخد يعني آلاف الدولارات وملايين الدولارات من الحماية دي وطبعا زي ما قلت لك إن هم كمان كانوا بيحموا القوافل بتاعة تهريب المعادن وتهريب الثروات اللي موجودة جوه أفغانستان فالشركتين كانوا يعني عاملين كده دوتو جوه أفغانستان كل واحد فيهم عمال يدور هو هياخد فلوس قد إيه من اللي بيحصل ده بيكسبوا ملايين الدولارات من الغزو وبالتالي ولا شركة من الشركات دي عاوزة الحرب تنتهي لإن الحرب لو انتهت بلد زي أفغانستان بالثروات اللي فيها بملايين الدولارات اللي فيها ديت هتضيع منهم فهتلاقيهم كل فترة يفتعلوا أزمات بين الفصائل وبين بعضها جوه أفغانستان عشان من مصلحتهم إن الحرب تفضل مستمر ومن مصلحتهم إن كل البزنس ده يفضل شغال من تحت لتحت كمان بقى فيه طرف تاني أهم ما كانش عاوزة الحرب دي تنتهي الطرف ده هو الجانب الأمريكي بقيادة جورج بوش طب ليه جورج بوش ما كانش عاوزة الحرب دي تنتهي على رغم من إن الدولة الأمريكية نفسها كانت بتخسر برضو يعني فلوس كتيرة جدا وكانت بتخسر كتير جدا من القوات الأمريكي الحرب دي علشان أقول لك يعني كلفت أمريكا تريليونات الدولارات مش مليارات الدولارات ليه بقى جورج بوش كان عاوزة الحرب دي تكمل دي حاجة خلونا نفهمها في الحلقة الجاي فيعني أنا حاولت أطول الحلقة دي على قد مقدر علشان بس يعني في ناس قالت لي ده بودكاست فخلين الحلقة أطول علشان نقدر نحن نستمتع بيها والحاجات دي تفناهو بعمل اللي انتو عايزينه اللي أنا عاوزه بقى بسيط جدا إنك تعمل لايك تشارك في القناة فعل التمديهات عشان تجريها الحدرجة والبول تعمل شير للبودكاست ده لو شايف إنه هو مفيد كمان تدعم محتوى القناة عن طريق بيتريون فوضافون كاش وبيبال زائد طبعا ميزة الانتساب على القناة واي يعني أنا مش بص خلي بالك أنا مش سايب لك فرصة تقدر تدعم بيها القناة إلا وموجودة مش هتقدر تدعم القناة بشكل مادي طبعا الشير مهم جدا واللايك بكل تأكيد حاجة مهمة جدا والشراكك في القناة بيساعدنا إن القناة تكبر أكتر وأكتر وطبعا أشوفك في الحلقة الجاية من بودكاست برأس مالية الكوارث مع عبداللطيف سلام عليكم